سوف نأخذ ابتصالات المستمعين معنا السياسيين من برشيد السلام عليكم السلام عليكم سيدي مرحبا بك سياسيين تفضل الله يحفظك أسبوع فكا عندي مشكل صراحة عندي تقالين اصالي أرمزياد و لكن صراحة كل شهر صراحة كان كان صالت لشهر تقادر يصالر و كان استغطرت و كانت سلا كي طيرو و عندي ذكري بآه كي طيرو صراحة و معرفش المشكل تنكي الخليل فينكي هااا تفضل معنا السياسيين كيف الحديث المدخل اللي عندك عندي السال لمشكل صار IR dia اللي أق وهذاби و الكن 2000 درهم 3000 درهم 3000 درهم 3000 درهم 200 درهم 300 درهم سيارة مصرور مصروره مصروره تقريبا صراحة ممتري فيش كل مرة وشحال تقريبا تقول كتشيديك 1000 درهم 1000 درهم في المزوط في الشهر ايه وشتست عملها في العمل ايه في العمل وكنت بيطلصها دالويكند ايا 1000 درهم ايه تقريبا هادشي اللي عندي اللي قار والشي الاخور صحت هادشي لاشي ان كل شهر كتشيديك كي يجو كدي التليفون شحال عندك مودي 100 درهم مية درهم وشال عندك ديالولدات السياسية عندي جوج جوج الولدات اه عندك سنة ساساسية اا عندي اا عندك ايا مزيان لا بيموت الحواج تتصرف في الحواج اذيك شيال الحساب الحساب بوزوان بينك الدكتلون عنسال بوزوان اا نعم اا تاكد دكتلون عنسال بوزوان ايا لذلك السياسيين لا نشوش بهذه الطريقة خاصة نحن نبدأ الميزانية ليس الميزانية المصاريف نحن نكونوا استيباقيين نحن نجري الميزانية وكي نجريها وكي نصيرها نحن نكونوا متوقعين هذا المصاريف نحطه 1-700 دلهم في لابيمو واحد أسل وحد القديمة نشير لها نعم اسي ونصرحتي باقي عشاني معكين شوية وعدي دي كريدي اقدام ماذا عندي في الكريدي؟ تقريبا عندي شي فاميل ديرام فاميل ديرام ديال والتخيدي شعال؟ لا ديال 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 ما صار حبت رودها وباقي ما كنت مع السالير كنت حكس ما كان قدر سيقع نرود ماذا شو باقي نتابعني بك الكريديات تومها اذا هنا اللي نقولك في الاليمونتاشون را طالع عندك شوية برشيد 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 تبقى في المتناول برشيد 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 على المتناول لا يوجد ريش فقه بزاف انا مشيت كمشي معنويات كنخرج والوويكاند بحال اكدام شونا كل شيك او كل اعلى بره بصف السحيش هل حط لها؟ لا ما حط لها اولو مشكلة هنحط لها واحد ميتين درهم نعم شارحة نوصله اف درهم ونأفكتو هادك الفلوس دي لها البلاس اخرى هنحطوا واحد تلتمية درهم دي لاجونت البوش هتفقالك واحد الف درهم في الديخار في الديخار اعم اذا المشينا بهذه الطريقة هنقدروا نوفره كل شهر الف درهم وهذا بداية باش ندور رجعوا الكريدي اللي عندنا ونحاولوه اقرب فاقرب كل شهرين تلت شهر نعطيه هالكش اللي جمعت باش نحيد اللي كريدي دي لي وامنطون نحاول هادك لكانيو ديال صحة نجمعها نوفرها وما تنساش سياسين حاول انك ندير حتيات بحيث انك ديال حتيات لان السيارة ديالك لعندها مصاريف اخرى مصاريف ديال مصاريف ديال مصاريف ديال مصاريف ديال يدخلها في الحسوبان ديالك باش تنشي الميزاني ديالك مزيان وتنشي على الطريق الصحيح مساء الله. دك labour. ننسى الله ننضرر مساء الله الس BU , زياني ونسى الله انه بما يكون خير ان شاء الله ، شكرا تيسين شكرا تيسين مرحبا بك هذه النقطة هذه الخانات وذكرت لي واحد نقطة مهمة مهمة بزاف أستاذ يشام منديلي وهي الميزانية التي نفعلها ليست فعلا لا تريد المصاريف هي التي تحدد الميزانية ولكن هذه الاستباقية التي ستكون لدينا لنضع الميزانية ونتوقع المصاريف قبل أن تكون هي التي تتخلي لدينا اليد العليا على الميزانية وعلى المصاريف وننساقه وراء الاغراءات التي تكونوا نحن في مجتمع المستهلك والمجتمع المستهلك والتي نريدها إذا لم نكن محددين القدرات الشرائية في كل الاتجاه في الابي مو ما نفوتش واحد سبعمائة دولار مثلا نحدد واحد الانفلوب ديالي كل حاجة نحط لها واحد الانفلوب شهرية باش نقدر نصير ومندر بالفعل إذا الرسالة ديالك في آخر البرنامج المستمعي اللي عندهم الآن سيارات ديالهم أولى يعني ناس اللي عندهم مشاريع مديرة للدخل وكيخدموه يعني بوسائل النقل شنية أهم نقطة يركزو على؟ أهم نقطة هو نعتبروا السيارة ديالنا كآدات ديال العمل وهد آدات العمل كما تنبغيو ننخرجو أقصى مكين في كل آلة ديال سنستخدموها باش نتجو بها أحسن تعطينا أحسن عمل ممكن فالسيارة ناخدوه أحسن ما فيها هو أنها آدات ستتمكننا التنقل وإلى استعملناها بطريقة مزيانة ستوفر لنا واحد المال وتعطينا واحد إنتاجية كبيرة باش نديروا هاد شي خاصنا نكون عندنا واحد الميزانية خاصة بهذا السيارة ولها بهذا أدات العمل باش تكون عندنا اليد العليا على الميزانية وتصرفت ديالنا وحتى في السياقة ديالنا خصوصا بالنسبة للسائق المهنيين لنعرفوا أنه قد ما سقنا بتريت وصقنا بأريحية سوف نوفروا في المزود وسوف نوفروا حتى في الهواء النقل اللي سيستنشقوه الناس شكرا لك أستاذ هشام المنديلي إذن مستمعينا بهذا قلوس نهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم كدير مع مصروف نتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة